فشل نيتنياهو بتشكيل الحكومة فالتزم كوشنر الصمت معادلة تفسر التناغم المطلقة بين الإدارتين الأمريكية والصهيونية ورغم أن زيارة الوفد الأمريكي للأراضي المحتلة هي جزء من جولة للتحضير لما يسمى بخطة السلام الأمريكية والمؤتمر الاقتصادي المزمى عقده في البحرين إلا أن كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره كما نيتنياهو امتنع عن الحديث عن الخطة أو الترويج للمؤتمر في مؤشر على خيبة أمال من عدم النجاح نيتنياهو بتشكيل الحكومة وهو ما من شأنه أن يعطل مشاريع واشنطن بالشرق الأوسط خاصة بما يتصل بملف الفلسطيني ويؤجل الإعلان رسميا عن صفقة القرن مصير تؤكده الصحافة الصهيونية التي وصفت المؤتمر بالهذيان الاقتصادي لصفقة القرن التي أطلقت منذ أكثر من عام بغرض ما سمته واشنطن تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لكن هذه الخطة كما تقول الصحف لم تكن إلا عبارة عن مزيج من الخداع والتخبط وعلى الجانب الآخر يرى الفلسطينيون أن تقديم الولايات المتحدة الإعلان عن الجانب الاقتصادي لصفقة القرن هو محاولة لإغراء السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها فعبر تلك المليارات التي تقول واشنطن إنه سيتم دفعها للاستثمار بالضفة الغربية وقطاع غزة سيدفع الفلسطينيون للقبول بصفقة القرن وتقديم التنازلات إذن الفلسطينيون هم مربط الفلس في تلك الصفقة التي تحاول تغيير الحقائق التاريخية والدينية زمانيا ومكانيا لفلسطين التي يراد لها أن تكون للصهاينة لكن على الأرض يبدو الرفض الشعبي أكثر حدة من تصريحات القادة من خلال استمرار مسيرات العودة وأسرار المرابطين والمرابطات والمصلين على إثبات وجودهم في الأقصى والقدس وتأكيد أنهم أصحاب الأرض ودونهم هو مجرد احتلال عارض لا أكثر